السلام عليكم ورحمة الله معك وقلق محمود والنهاردة الأول مرة هنعمل أكلة مصرية أصيلة الأكلة دي ممكن بتعملها لنا طول عمرها وبتقول عليها تقلية صعيدي لقيت ناس بعكا بيسمينها لحمة ببصل أي أن كان طريقة تسميتها أو عملها قولوا لنا أنتم منين وبتقولوا عليها إيه تعالوا نعملها بقى بمنتهى السهولة هنجيب نص كيلو لحمة ونقطعها مربعات صغيرة أي نوع لحمة أنا بحب اللحمة تكون حمرة جدا فدي اللحمة الحمرة إنت لو بتحبوها أي نوع تاني مفيش مشكلة ودول ثلاث بصلات متوسط لكبير ودول ثلاث فصوصته متقطعين صغير البصل برضو متقطع مربعات صغيرة ملح في الفلسويت بابريكا وقرفة بس كده خلاص دي مكوناتنا النهاردة هنجيب بقى تاصع النار ونحط عليها سمنة أنا ما عنديش سمنة فاستعملت زبدة فطبعا اللي عنده سمنة بلدية يستغل الفرصة دي ويحط سمنة بدل الزبدة بعد ما السمنة ساحت أو الزبدة اللي موجود يعني حطوا بقى البصل ونشوح البصل عادي جدا زي ما احنا متعودين لحد ما لونه مش يتغير بس يبقى فيه تغيير بسيط في اللون قبل ما ننزل التوم احنا عارفين التوم بياخد اللون او بيتشوح اسرع من البصل فالاول ندي بس تشويحة كده بسيطة للبصلة وبعدين ننزل عليها بالتوم ونكمل تشويح الاتنين مع بعض هنفضل بقى نشوحهم مع بعض لغاية ما اللون يبتدي يبقى مش متحمارة بني كده غامل يعني ما بين الدهب والبني لون في النص كده وبعد نزلقها على جنب ونشوح معاها اللحمة انا بحب ازلق البصل شوية او الحاجة اللي بشوحها وشوح اللحوم في الحتة الفاضية وبعدين ادمجهم مع بعض تاني عشان يعني يكون اللحوم خادت صدمة وفي نفس الوقت ما اضطرت شاشين البصل وارجعه تاني كل الكلام ده فنفضل نقلبهم كلهم مع بعض البصل هبقى مع التوم مع اللحمة وبعد ما خلاص كلهم مع بعض كده تقلبوا نحط عليهم التوابل التوابل في حاجة مهمة اوي انا دايما التوابل بحطها كده ايه بالحب كده بالبركة بس من ساعة مبتيت عمل الفيديوز وانا بقيت ققيس كل حاجة عشان اقول لكم بالضبط المقادير قد ايه في التوابل فالمقادير انا حطها في الاول دي زي ما كابتلكو في الاول بعد ما اللحمة حطها في الفرن وتستوي شوية قبل ما تبقى خلاص فضال اللحة بصغرين هدقها ولو محتاجة ازود طوابل هزودها تاني واقول لكم زودتها ايه عدت بقى شوحها كده لحد ما بقت كلها لون واحد ومفيش مية تاني خالص في اللحمة ازود بقى عليها كباية مية واقلبهم مع بعض واسبهم يغلو مش هتاخد وقت لان اصلا الطاقة سخنة واللحمة سخنة وكل الكلام ده الحتة المهمة بالنسبة لي ده الطاجن طبعا معظمكو عارفين وانا عارفة انا واخده من ماما من مصر قبل مسافر ده من اكتر الحاجات اللي بتخلي الاكل طعمه رائع 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 سبكوا بقى من كل الكلام الجديد اللي احنا مشتريين ومليين بيه مطابخنا ده اي خضار مع لحمة في الفرن حطوه في طاجن الفرق الطعم رهيب انا عارفة ان فيه كتير منكو عارفين الكلام ده بس اقوله برضو يمكن يكون حد مش عارف ايه هو الطاجن فالطاجن هو الحاجة الفخار اللي انتو شايفينها دي بتخلي طعم الاكل رهيب لو ما عندكوش طاجن في البيت روحوا بيطمامتكو هتلاقوا طاجن خدوهم وممشوا نفس اللي انا عملته بالضبط وبعدين بقى هنغطيب الفايل من فوق ونقفل كويس هنكون مسخنين الفرن على 350 نقفل الطاجن كويس اوي من جميع الجوانب نقفله كويس كويس جدا كده مش عارفين اي هوا يطلع اي سوري اي بخار يطلع منه ونقفله كويس اوي وندخله الفرن على 350 لمدة نص ساعة بعد نص ساعة طلعته زي ما قلتلكو دقته طاني لقيتو نقص ملح فزودت معلقة صغيرة ملح تاني وراشة بابريكا فانا كده حطيت معلقتين ملح مش معلقة حطيت معلقتين صغيرين ملح ومعلقة وشوية بابريكا نصف الفل اسود وربع قرفة هو اه واغطي تاني وادخله الفرن هو الحلو في الطاجن ده ان يبقى فيه طعم اللحمة والبصل هم الواضحين ما نزودش توابل علشان طعمه الاساسي مايروحش مننا بعد 15 دقيقة طلعت من الفرن طبعا انتوا عارفيني انا استاذة تمسك حاجات سخنة طبعا تلاسعت زي كل فيديو بعمله لكم بطلع حاجة سخنة وبتلاسع بس ما كنتش قادرة استنى بصراحة لان دي اكلت ماما اللي انا بحبها جدا وبانها وحشاني جدا فكان نفسي اوكلها جدا بصراحة شايفين اصلا لون اللحمة الصاص بقى ده من كمية البصل البصل ساح عمل الصاص مش ساح داب داب بمعنى اصح داب وعمل الصاص الجميل ده فما تفتكروا ان ثلاث بصلات كبار هيبقى تعموهم بصل كده واضح لا هما دول هيعملوا لكم الصاص اللي هو اللي سايح ده وجميل فمش عارف اقولكوا توستقد ايه لما كنت الاكلة دي لان كل حاجة فيها عبارة عن ماما أكيد ما بعملهاش حلو زي ماما بس يعني حاولت طبعا عملت معاها رز بشعرية وعلشان الأكلة تبقى مصرية أصيلة جبت مخلل مصري طبعا دي حاجة من اللي بتخلي الأكل يعني مفيش مخلل يا جماعة في العالم حرفيا دقته تعموا زي المخلل المصري جربت كذا بلد مش أقول أسامي البلاد كل البلاد جميلة بس جربت مخللات مخللات مختلفة لبلدان مختلفة مفيش زي المخلل المصري فلو حد ما جربش المخلل المصري جربوه ويلا ندوق بقى بسم الله أنا هدوق بالنهاب عنكو وهقول لكم منتهى الصراحة أن كانت طعمها حلو جدا 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 أكلة بسيطة سهلة سريعة ما بتاخدش وقت خالص بس كل مرة بتتعمل طعمها بيطلع طحفة هي مكوناتها بسيطة بس الأهم فيها نوع اللحمة والسمنة البلدي بتديها طعم مختلف تماما بس الزبدة برضو مشت الدنيا معي عجبت الولاد جدا جدا فده معناها أن هي حاجة حلوية متنسوش تكتبلي في الكومنتات تحت أنتم منين ومسمين الأكلة دي عندك نسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب و ترينيو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر